مجزون إخباري جديداتكم من القاهرة أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح أسيسي بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس أسيسي وجه خلال اجتماع مع وزير السياحة والآثر بأن تمثل احتفالية الكشف عن طريق الكباش استمرارا لنهج الفعليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضراتها العريخة وعلى نحو يعكس دوليا سراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الأجانب انطلقت في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية ليبيا المشتركة 5 زائد 5 لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يانكوبش وممثلين عن دول جوار ليبيا وتعتزم لجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 خلال اجتماعها الثاني في مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحت رعاية المبعوث الأممية بما يسهم في دعم العملية السياسية أدنت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استادف محيط مطار عدن الدولي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله لمواجهة أفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية تنضلق اليوم في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة وتواجه القمة العديدة من التحديات يأتي على رأسها التمويل والمشكلات التي يواجهها صندوق المناخ الأخضر الذي تأسس عام 2010 فتحت صندوق الاختراع في اليابان أبوابها أمام الناخبين في انتخابات عامة تقرر ما إذا كانوا سيؤيدون الحكومة الحالية أو إضعاف رئيس الوزراء في ميو كشيدا وتمثل هذه الانتخابات اختبارا لكشيدا الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء وكذلك لحزبه الديمقراطي الحر الذي تضرر بسبب ما اعتبره الناخبون سوء تصديه لجائحة فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا لفيروس كورونا ضمن إجراءات الترصد والفحوصات التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لفتا إلى وفاة 57 حالة جديدة وأشار بيان الوزارة إلى خروج 390 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد طلقيهم رعاية طبية لازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277 623 متعافيا أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال 14 يوما الماضية وقالت اللجنة إن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا إذن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة كما أعلنت اللجنة عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية لمزيدنا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترونيت اكسترانيوز دوتي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوكات تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة